في اليوم الثالث من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا زار اليوم فريق أول سعيد شنغريح رئيس واركان الجيش الوطني الشعبي المدارس العسكرية حيث كان في استقبالها العميد مانيويل شعبي قائد المدارس العسكرية وقدمت له أو قدمت له تشكيلات من القوات الفرنسية التشريفات العسكرية على مستوى مدرسة الخيال المختص في تكوين إطارات سلاح المدرعة على إثر ذلك تلقى الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والوفد المرافق له عرضا شاملا حول التكوين بالمدرسة ليطوف بعضها مختلف أجنحتها وطلع على الوسائل المادية والبداغوجية المستخدمة في التكوين ليقف في الأخير على التقنيات المستعملة في قيادة وتسيير المدرعات بقاعة المحاكات في اليوم إذن الرابع والأخير من هذه الزيارة كان للفريق أول صعيد شنجريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاء ختميا مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول تيغي بوكار تطرق فيها الطرفان إلى تقييم أفاق وسبل تعزيز علاقة التعاون في المجالين العسكري والأمني تطرق فيها الطرفان إلى تقييم أفاق وسبل تعزيز علاقة التعاون في المجال